موسيقى وتدبر وتدبر بالتدبر والترتيق قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر اللي بن أخته رأيت البارحة بيوت المثيلة قريتهم التي هم بيها مرتفعة ولكن رأيت بيتك فوق بيوت كلها والغرفة اللي أنت فيها فوق البيت فما صنعت في بيتك فقال ما صنعت فيه لأن ما علمتمونا من النيات في البناء والمقاصد نويناها وقصدناها وردتبناها وتحرينا في المال من الحلال ونوينا فيه ما علمتمونا من الكرام الضيف وقراوي والأهل والأرحم وعقد المجالس إلى غير ذلك ثم إني في كل غرفة من غرف البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة في الصلاة من قيام وفي كل درجة من درجة البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة في الدرجة وفي الغرفة قرأت غرفة التي أنا فيها ختمة كثيرة قرأت بيتك فوق البيت وغرفتك فوق ارتفعت بالقرآن فهكذا بعض الناس يبني بيت ما ختمت في ختمة سنة كاملة بعض غرفة ما قري فيها قرآن أبدا ما هكذا بيوت المؤمنين يقول النبي البيت الذي يقرأ فيه القرآن من يترى لأهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض قال قراءة الغران بالتدبر والترثيل هذا أول ما تطلب به صفاء القلب والاستنارة والثانية الذكر لله مع الأدب والحضور الذكر لله مع الأدب والحضور هو الضبط على أذكار الخلاصة مع الأدب والحضور سبوع واحد والنور يشرق في قلبه كان مع أدب والحضور مع أدب والحضور ها الذكر لله مع الأدب والحضور قال والثالثة القيام من الليل بقلب منكسر وجوار خاشعة ففي هذه الثلاثة تحصل صفاء القلب واستنارته واستعين على هذه الثلاثة بثلاثة تيسر لك القيام بها ايشي؟ تخفيف المعدة من الطعام فتترك الشباع وكثرة الأكل ومجانبتها الغفلة من الأنام فإن سماع الكلام السيئة ومجالستها القلوب الغفلة تثقلك تصعب عليك التدبر تصعب عليك الحضور في ذكر تصعب عليك القيام من الليل قل إذا رأيت قلت في بدنك تثاغلاً عن العبادة تكاسل عن الطعف أعلم أنك خلط في ما لا يعنيك جالست تحد من هالغفلة وتكلمت في ما لا يعنيك تتثاغل عن العبادة تتكاسل لهذا قال استعين عليها بتخفيف المعدة من الطعام ومجانبتها الغفلة من الأنام وإذا مروا باللغو يمروا في رامع والتفرغ من أشغال دار الإنصرام يعني ما لا تحتاج إليه من أشغال الدنيا وكل ما لا يعنيك فيها ولا يفيدك ولا ينفعك فبهذا تحصل صفاء القلب والسنارة أكرمنا الله وإياكم بذلك ساربنا مسار الأصفية المنقين المنورين وأكرم الأكرمين وأرحم الرحمن ترجمة نانسي قنقر